موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض نبدأها بالعنوين الجولة الأوروبية لولي العهد السعودي تتوصل في اليونان ويصل الليلة إلى العاصمة الفرنسية المشروع كإذلاين من ناحية في مقابلة مع العربية رئيس نيوم يكشف التفاصيل الجديدة عن مشروع دلاين وبنية التحديد صحة العمانية تغربل المنشآت الصحية إغلاق ثلاث منشآت بشكل نهائي وإنذار ست وستين أخرى في الرابعة أيضا السعوديات تحيل مؤسسة البريد لعهدة وزارة النقل والخدمات اللوجستية قطاع ملياري ومائة وخمسة وأربعون شركة مشغلة وبعد أزمة الإعلانات يوتيوب تغلق حسابات المعلنين المخالفين وتفرض قيودا على بعض الإعلانات لليوم الثانية زيارة التاريخ لولي العهد السعودي إلى اليونان تتواصل أثناء عاصمة اليونان والأكروبوليس استقبلت الأمير محمد بن سلمان في مستهل جولة أوروبية ستشمل أيضا فرنسا ولي العهد السعودي أكد أن زيارة ستكون مثمرة للطرفين وخلال يومها الأول شهدت الزيارة توقيع سلسلة اتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات حيوية عدة عسكرية وأمنية واتفاقيات استثمارية وتجارية إضافة إلى المجالين المعلوماتي والتكنولوجي إلى عاصمة اليونان والأكروبوليس وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مستهل جولة أوروبية ستشمل أيضا فرنسا في المحطة اليونانية وبعد استقبال حار أكد ولي العهد أن الزيارة وكما وعد ستكون مثمرة للطرفين مشيرا إلى رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه لم يأتي خالي اليدين زيارة تعزيز الشراكة وتطويرها قابلها رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكس بالتأكيد على فتح اليونان الذراعيها للتعاون الثنائي معتبرا زيارة ولي العهد السعودي فرصة لتعزيز العلاقات بين الرياض وأثناء بعد اللقاء الثنائي شهد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني على توقيع الوفدين السعودي واليوناني سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات حيوية عدة عسكرية وأمنية واتفاقيات استثمار وتجارة إضافة إلى المجالي المعلوماتي والتكنولوجي وعقب حفل التوقيع حفل عشاء على شرف ولي العهد السعودي حرص قبيله رئيس الوزراء كرياكوس بيتسو تاكس على استحاب الأمير محمد بن سلمان بنفسه وبسيارته ينضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض الكاتب الصحفي جاسر الجاسر استاد جاسر حيكلا معنا زيارة إذا ما أخذناها في عنوانها الأولي هي الأولى أولا من نوعها على مستوى القيادة السعودية إلى اليونان ولكن على مستوى الدلالات والأهمية وخاصة في هذا التوقيت في الظروف والمتغيرات العالمية ما الأهمية التي تكتسبها؟ أولا خالد نشهد أنه في السنتين الأخيرتين كانت تحريك لنمط علاقة سعودية اليونانية جيدة لكنها كانت تتحرك في أطر ضيق في تفعيل وكانت تبادل الزيارات والنقاشات فترة طويلة في جوانب كثيرة أولا نتكلم عندنا مستوى سياسي وهو قيام المملكة على حرص المملكة أن تحقق استقرار في المملكة والتعاون مع الدول أخرى وأن تبني شراكات متنوة النقطة الثانية هي النقاط الاستثمارية وهذه تنظي حسب خطة المملكة 2030 الأمير محمد يوم قال أنا ما أجد خليل وفاض وليس أخذ الفاض صحيح؟ خطة عمل واضحة محددة وبرامج واتفاقات تستثمر الإمكانات في البلدين ماذا يمكن أن نخدمكم وماذا يمكن أن تخدمونا؟ كيف نتعاون بشكل مشترك؟ لأن الآن المملكة بيئة استثمارية خاصة من كافة المقيسة ليس بحكم المشاريع والتنوع والتعدد والتدفق الذي عليها أيضا من حكم التنظيمات والتشريعات التي أصبحت تفتح الأبواب بشكل كبير ولذلك الأمير محمد نحن ما اتجاه نحن نتحدى الزيارة في يوم الأول تم توقيع جميع الاتفاقات وإن شاء المجلس التنسيق المشترك دائما الأمير محمد اعتمادا على مجالس التنسيق مجالس الأعمال المشتركة مجالس الفرق العامة التي تعمل على مدار العام لبحث واقتناص الفرص المشتركة بين البلدين وتنوينها أيضا ما أعلن الأمير محمد التوجه أن تكون اليونان قاعدة لا أيضا للطاقة القربائية والتنوين لأوروبا فإن تنشأ علاقة أن تتحول المملكة إلى مغذي عالمي وليس مغذي إقليمي يعني نحن شاهدنا عمليات الربط القربائي الموجودة في الدول العربية مع العراق ومصر والمجلس التعاون والأردن اليوم هذه مرحلة متقدمة أكثر هذه مرحلة مستقبلية وليست فقط مشروع ثنائي بين البلدين هذه تنمية إذن المملكة تضع الخطط التنموية والمستقبلية تران على الأسواق المفتوحة والجديدة التي يمكن تغذيتها بطاقة نظيفة وطاقة جبية وطاقة غير مكلفة بالتالي اختيار اليونان كمركز بحكم العلاقات القوية التي ازدهرت في العامين الماضيين وتفعيل هذا الوجود وزيادة التواصل بالتالي نصل إلى أنا أعتقد إلى مظلة كاملة تشمل هذا النوع من العلاقات تختلف في طبيعتها التقليدية ليس فيها زيارات مجملات وليست زيارات تقليدية وليست مجرد تبادل أفكار إنما كل زيارة لها خطة عمل ولها نتائج على الأرض مباشرة في عبارة وردت في كلام الأمير محمد أيضا كانت ملفتة يمكن للنظر على المستوى السياسي عندما ذكر بأن هذه زيارة مهمة زيارة تتناول عدة ملفات من شأنها أن تغير قواعد اللعبة ما المعنى السياسي لهذه الجملة؟ تعرف بأن هناك اليوم تحركات عالمية وكذلك هذه الزيارة تأتي بعد زيارة قامة بها الرئيس الأمريكي أيضا إلى المنطقة هل هناك علاقة أو ربط بين ما يحدث في العالم اليوم وبين هذه الزيارة التي يقوم بها على المستوى السياسي إلى اليونان؟ على المستوى السياسي أعتقد البناء أن تخال اليونان كشريك بحيث تظهر منظومة في المنطقة تعمل بالتوازق والتناغم في أكثر من اتجاه اليونان ليست فقط دولة مهمة باعتبارها نافذة إلى أوروبا بشكل أساسي ودولة المعلاقاتها الإقليمية مع المنطقة إذن العمل مع اليونان على بناء قواعد عمل مشتركة لا تقتصر على اليونان فقط تقتصر على المجموعة العربية وتقتصر وتعتمد على اليونان وتمتد إلى أوروبا فتبنى منظومة متكاملة أيضا التعاون هو الهدف الأساسي للأمير محمد في كل جولات دائما مسألة تحقيق الاستقرار في المنطقة هذا عامل أساسي لأنه البوابة الرئيسية للتنمية فالعمل مع اليونان في المنظومة في التحقيق في التعاون وفي سلامة النقل البحري وفي التعاون الدفاعي وفي إعادة تشكيل العلاقات أيضا مساهم حتى في أنا أعتقد سيكون هناك دور أيضا للمملكة في تخفيف التوتر أو معالجة التوتر بين تركيا واليونان لإعطاء هذه المنطقة صباحة الاستقرار بشكل ثام حل الخلافات هذا جزء طبعا نجاحاته مختلفة لكن العمل عليه بشكل أساسي أن يحقق هذه الخطوة أيضا التوسع والانفتاح لأن هذه المسألة لا تعد المملكة تشتغل على إطارات محددة ومغلقة تشتغل على مسارات متنوعة فيما يدعمها سياسيا وفيما يدعمها اقتصادي ولذلك اليوم تعتبر اليونان شريك مهم وبالتالي صحيح في تفاصيل مظاهرة ويمكن ذكرها قال أن الأمير أن هناك قضية رئيسية يمكننا الإعلان عنها اليوم ويمكننا فعل ذلك لاحقا البعض من المراقبين ذهب في قراءة لهذه العبارة بأن هناك مستوى متقدم ربما لتعاون عسكري استراتيجي قد يعني لاحق الأقرب ما معنى هذا الكلام إذا كان هذا هو المقصود بهذه العبارة المقصود طبعا ليست تعاون عسكري نتحدث بتعاون عسكري كلما زادت الصلاة والعلاقات وزاد درجة التلاقي بين مثلا البلدين في المسألة أنت تشكل حماية مظلة حماية تعزيز الحماية في المنطقة وصيانتها يعزز القيمة والأمن والاستقرار فيها ويقلل المشاكل واحتمالات تعدي وهذه النقطة النقطة الثانية أن تعاون المملكة واليونان عسكريا هو تعامل إيجابي اليونان كانت ساهمت في مداد المملكة هذا يعني نشو نمط مختلف يعني أنا أعتقد أنه مثلا تلك الخطوة ليست فقط بجرد خطوة يعني تعاقدية هي خطوة علاقات وتناغم في المواقف مصالح مشتركة بين الطرفين الرياض تحتاج اليونان وكذلك أو أثناء وكذلك درجة اللغة يا خالس المصالح دائما هي التي تربط العلاقات بشكل عام لكن أيضا بعض العلاقات تتعزز بمستويات مختلفة من الثقة والرغبة في التبادل والتعاون المشترك ولا تقتصر فقط على المصالح المشتركة المباشرة طيب هذه المحطة الأولى لهذه الزيارة الأمير محمد بن سلمان بالتأكيد ستكون المحطة الثانية التي سيصل إليها في وقت لاحق هذا المساء العاصمة الفرنسية أيضا باريس إذن شكرا لك أبو عبد الله يعطيك العافية للجاسة للجاسة الكاتب الصحفي ضيفي في استيديواتنا من الرياض إذن باريس هي المحطة الثانية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولته الأوروبية يصلها الليلة وخلال كل زيارة سعودية إلى فرنسا اعتلت أوراق منطقة الشرق الأوسط الطاولة الفرنسية السعودية من مباحثات ومناقشات إلى إعلان مبادرات ومواقف مشتركة حول قضايا متعددة نتعرف عليها في التقرير التالي مواقف مشتركة وتنسيقات ثنائية جمعت السعودية وفرنسا في قضايا مختلفة لطالما أرقت منطقة الشرق الأوسط لسنوات طوال إلا أن مباحثات البلدين المستمرة أسهمت في إيجاد جملة من المبادرات والإصلاحات إلى دعم المنشآت التعليمية والغذائية المتخصصة بمساعدة الفئات الأكثر ضررا ومنها إلى الأحوال السياسية في اليمن حيث أكدت باريسو دعمها الكاملة للمبادرة الخليجية ومبادرة السلام التي تقدمت بها الرياض العام الماضي فضلا عن إدانات متكررة ورفض اتسم بالقطاعية للاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مدني السعودية ومنشآتها الاقتصادية اتفاق ثنائي طال أيضا البرامج الصاروخي الإيراني وعدم شفافية طهران مع وكالة الطاقة الدرية فضلا عن أهمية مساهمة الاتفاقيات في منع طهران من امتلاك سلاح نووي ومواجهة مشتركة لمهددات الأمن الإقليمي أمل الرويشد العربية طب ملينا من باريس المحلل السياسي ميشيل أبو نجم سيد ميشيل أهلان وسهلا بك معي في نشرة الرابعة باريس والرئيس الفرنسي كيف سيستقبل الأمير محمد بن سلمان وما هي الأولويات بالنسبة لفرنسا تجاه هذه الزيارة من ولي العهد السعودية نعم بداية علينا أن نقول أن العلاقة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية هي علاقة تاريخية ولعل الحجر المؤسس كانت الزيارة التي قام بها المرحوم الملك فيصل في العام 1970 واجتماعه مع الرئيس قبل 1970 واجتماعه مع الجنرال دوغول والتي أرثت أصص هذه العلاقة المستمرة والمتنامية والتي لم تخفط أبدا هذه ملاحظة أولى الملاحظة الثانية أن للطرفين الفرنسي والسعودي مصلحة مشتركة في التعاون نذكر هنا بأن فرنسا هي دولة مؤثرة في قضايا الشرق الأوسط في القضايا العالمية هي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي وهي مع ألمانيا المحرك الرئيسي لكل الاتحاد الأوروبي فضلا عن أنها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وكم نعلم أن مجلس الأمن له أهميته في إدارة الأزمات عبر العالم إذن هناك الصقف المشترك بين الطرفين الذي يجعل هذه الزيارة هي زيارة مهمة وما يزيد من أهميته هو السياق الذي تأتي به هذا السياق عنوانه الحرب اليوم في أوروبا أوروبا لم تعرف الحرب بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا هذه مسألة استثنائية لأنها تضرب ما ورث عن الحرب العالمية الثانية من خطوط وحدود ودول وغير ذلك ثم هناك أيضا اتباعات هذه الحرب اليوم هناك إضافة إلى الأزمة السياسية وإلى الحرب بالتالي في هذا السياق إبعاءات اقتصادية على صعيد الطاقة على صعيد الغاز هذا هو ربما السؤال مكرون ماذا سيطرق تحديدا من ولي العهد السعودي في هذه الزيارة إذا أخذنا أهميتها في سياق الحرب الروسية الأوكرانية وتطوراتها وتداعياتها والخشية ربما من شتاء يكون قارس إذا ما أوقفت روسيا شحنات الغاز عن أوروبا نعم علينا أن نذكر بداية عزيزي أن تبعات الأزمة لا يستشعر بها فقط في إفريقيا بالنسبة لي وصول الحبوب والقمح من أوكرانيا أو من روسيا وإنما يستشعر بها في الشارع الفرنسي والشارع الأوروبي بشكل عام ووصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن المستالج اليوم يتساءل ما هو صقف أسعار الطاقة ما هو صقف سعر البنزين ما هو صقف سعر القهرباء وبالتالي فإن الدول الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تسعى عن حلول هذه الحلول ما هو عنوانها عنوانها البحث عن بدائل عن الغاز وعن البترول الروسيين وما هي الدول التي يمكن أن تستطيع أن تحل أن تنتج مزيد من البترول والغاز للحلول محل الغاز الروسي والبترول الروسي هي بالطبع دول الأوبيك ونحن نعلم أن دول الأوبيك في صيغاتها الأساسية ثم في صيغاتها المستجدة المسمات أوبيك بلاس هي التي ستحدد ما إذا كانت هذه البلدان ستستجيب للرغبة الأوروبية الأمريكية أم لا لكنك تعلم سيدي وهناك موقف سعودي هناك السعودية التي هي المركز البلد المقرر في تصريحات أكثر من مسؤول في هذه النقطة تحديدا بأن السعودية مرتزمة بمعاهداتها ومواثيقها واتفاقياتها ضمن مجموعة توبيك بلاس التي تقودها السعودية وروسيا صحيح هذا صحيح وهذا الكلام سمعه الرئيس ماكرون أكثر من مرة وآخر مرة سمعه من الشيخ محمد بن زايد ورئيس دولة الإمارات عندما جاء إلى باريس يوم الاثنين الماضي بالطبع هناك التزام بقرارات أوبيك بلاس ولكن هذا لا يعني أن الدول التي تستشعب الحاجة لتنويع وارداتها من الطاقة أن تتفاوض مع الدول التي تستطيع أن توفر هذه الطاقة نحن نعلم مثلا أن إيطاليا تتفاوض مع الجزائر أن ألمانيا تتفاوض مع قطر وأن فرنسا هي معنية بالطبع بهذه المسألة ولكن أقل من غيرها أقل من إيطاليا وأقل من ألمانيا لأن فرنسا تعتمد بالدرجة الأولى على الطاقة النووية لإنتاج حاجاتها من الكارباء لكن رغم ذلك فإن سعر لتر البنزين اليوم في المحطات الفرنسية يزيد على 2 يورو 2 يورو و3 تقريبا وهذا لم يعرفه المواطن الفرنسي أبدا وأذكر هنا وأعتقد أنها ملاحظة مفيدة أن حركة السطرات السفراء التي اشتاحت الأراضي الفرنسية العاصمة والمدن الكبرى في نهاية العام 2019 وبداية العام 2020 كان سببها زيادة طفيفة على أسعار البنزين وبالتالي هناك حاجة هناك مصلحة لفرنسا أن تكون على تواصل مع المملكة السعودية الملف اللبناني أيضا قد يكون من الملفات المهمة لهذه الزيارة بحكم التنسيق السعودي الفرنسي في تطورات هذا الملف اليوم هناك عدة مواضيع مرتبطة في لبنان موضوع الانتخابات الرئاسية أهمية تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية وسياسية أيضا في التقي ربما من التدخلات الخارجية في لبنان وحتى على مستوى الميليشيات التابعة لها أيضا التي تتحكم في القرار اللبناني اليوم إلى أي مدى هذه الزيارة يمكن أن تولي أهمية لهذا الملف وبالتالي توقع عكاساتها على ما يحدث من تطورات في لبنان نعم ذكرنا قبل قليل الملف الأوكراني ولكن ليس الملف الوحيد الذي سيبحث في قصر الإليزية مساء الغد هناك ملفات أقليمية رئيسية وقبل الملف اللبناني هناك ملف النووي الإيراني ومسألة الاستقرار والأمن في الخليج هناك الملف الليبي الملف فلسطيني الإسرائيلي وغير ذلك من الملفات الأقليمية التي يلعب فيها الطرفان دورا مؤثرا أكان الطرف السعودي من جهة أو الدور الفرنسي من جهتين أخرى بالنسبة لموضوع لبنان نذكر هنا بأن الرئيس الفرنسي عندما زار جدة في الرابع من ديسمبر من العام الماضي واجتماعه المطول وقتها بالأمير محمد بن سلمان توافق على تفعيل مبادرة مشتركة إزاء لبنان ولكن هذه المبادرة كان لها شقان من جانب شق إنساني والشق الإنساني كانت ترجمته بإيجاد صندوق مشترك فرنسي سعودي للاستجابة للحاجات الإنسانية والاجتماعية للبنانيين الذين كما تعرف اليوم هناك ما لا يقل عن ثلاثة أرباع من اللبنانيين أصبحوا تحت حط الفقر وأن الطبقة الوسطى اندثرت إضافة إلى وجود المسائل التي تعلمها أي المشاكل السياسية المشاكل الاقتصادية المالية الصحية التربوية وغير ذلك اليوم هناك تخوف مزدوج فرنسيا وسعوديا التخوف الأول هو تدهور الوضع الأمني في لبنان هذه مسألة تشغل الجميع ونحن نسمع هنا من الفرنسيين يوما بعد يوم كم هم قلكون من هذه المسألة وأيضا من مسألة أربما التصعيد بين حزب الله من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى وسمعنا تهديدات السيد حسن نصر الله بشأن استخراج الغاز إن من الأراضي اللبنانية أو الإراضي الإسرائيلية والخلافات القائمة بذلك هذه ملاحظة أولا سريعا سيد ميشيل ما يخص الجانب السياسي هناك يسمع اللبنانيون نعم يسمع اللبنانيون منذ على الأقل أربع خمس سنوات أن المساعدة لبنان اقتصاديا وإخراجه من أداء حقيقة ولسفقة المسائل الاجتماعية والإنسانية تفترض وجود تغيير في المعادلة اللبنانية بمعنى عودة القرار إلى السلطة اللبنانية من جهة وقيام الدولة اللبنانية بمجموعة من الإصلاحات التي تسهل للأسرة الدولية مدد المساعدة لبنان ولكن للأسف حتى اليوم لا شيء لم يحصل وهناك تخوف من فراغ مؤسساتي ليس هناك رئيس حكومة فاعل حكومة مستقيلة ورئيس مكلف وهناك انتخابات رئاسية ستبدأ العد لها بعد أسبوع قليلة وننتظر ما إذا كانت ستحصل أم لا أشكرك شكر جزيلا من باريس ضيفي ميشيل أبو نجم المحلل في رابع بعد قليل صحة العمانية تغربل المنشآت الصحية إغلاق ثلاث منشآت بشكل نهائي وإمدار ست وستين أخرى أهلا بكم من جديد في تصريحات العربية كشف الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم نظم النصر نتصاميم ضلعين مدينة المستقبل تطلبت ستة أشهر من الاجتماعات مع الأمير محمد بن سلمان قبل اعتمادها النصر أضاف أن شركات هندسية متقدمة عالميا ستنفذ مشروع ضلعين فقضينا أكثر من ستة شهور اجتماعات متواصلة متتالية برئاسة سمو سيدي وعلى أثر ستة شهور التي قضيناها وصلنا إلى الدزاين الجديد الذي أطلق قبل ليلتين اللي هو يعني نقدر نسميه المدينة العمودية وليست المنبسطة كما أعلن في 21 تطور نقدر نقول تطور تطور جميل جدا تغيرت الفكرة من يعني بناء أفقي إلى بناء عمودي والبناء العمودي لقصة كاملة ويمكن نشرحها في الوقت المناسب ومن هناك انطلقنا لنتباحث مع الشركات الهندسية المتقدمة اللي في مستوى هكذا تفكير الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم كشفه عن مرور سنة منذ بدء أعمال البنية التحتية لمشروع دالاين مؤكدا أن المشروع سيشهد تطوير تكنولوجيا جديد لم تنفذ من قبل لرفع جودة الحياة طبعا المشروع كدالاين من ناحية السكوب حق العمل التعقيدات التحديات الهندسية الطول العرض لم ينفذ من قبل كنا مركزين على البدء بأسرع وقت ممكن في المشروع وطبعا أول خطوة في أي مشروع البنية التحتية البنية التحتية في اليوم في دالاين عبارة عن البنية التحتية اللي بتخدم المواصلات والتحرك وانت تتكلم عن 170 كيلو وما معها وما بعدها اللاين نفسه اللاين عبارة عن مدينة ومدن ولها بنية التحتية فبدأنا طبقات مختلفة طبقات مختلفة فبدأنا العمل مباشرة من حوالي سنة كما كشف الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم نظم النصر للعربية أن العمل سيبدأ من العام المقبل على إنشاء مناطق سكنية ومرافق للتعليم والجامعات والصخة فضلا عن الجزر في منطقة نيوم سيكون في جزر كمراكز ريزورتس معينة في طبعا مناطق سكنية خارج اللاين وداخل اللاين وسنبدأ فيها خارج اللاين قريبا وفيها عدة مراكز إعلام تعليم جامعات وغيرها من المطلوب وصحة ورياضية وكلها سنبدأ في إنشاءات فيها إن شاء الله في داية السنة القادمة وتتابعون هذه المقابلة الكاملة التي يجرها الزميل نايف الأحمر مع رئيس التنفيذي لمشروع نيوم اليوم في تمام الرابع مسان بتوقيت جرينيتش السابع بتوقيت السعود أعلنت وزارة الصحة العمانية عن إغلاق ثلاث مؤسسات صحية خاصة بشكل نهائي بالإضافة إلى إيقاف ثماني عشرة مؤسسة صحية خاصة أخرى مع سحب الامتيازات السريرية من بعض الكوادر الطبية الصحة العمانية وضحت أنها وجهت أيضا إنذارات لست وستين مؤسسة صحية خاصة لعدم الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في الخدمات الصحية وألزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحبات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية من مسقط ينضم إلينا مدير عامل مؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة العمانية الدكتور مهنة المصلحي دكتور مهنة مرحبا بك معنا هذه الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحية أو وزارة الصحة العمانية بما فيها يمكن قد تقرأ بأنها أرقام كبيرة في القطاع الصحي الخاص العماني هنا يجعلنا نطرح أسئلة حول وضع هذا القطاع اليوم في سلطنة عمان كيف هو؟ شكرا على الاستضافة القطاع الصحي الخاص سلعب أدوات كبيرة جدا في سلطنة عمان وخارج سلطنة عمان لدينا اليوم ما يقارب من ألف وأربعمائة مؤسسة صحية خاصة ولدينا مؤسسات صحية أخرى يعني مثل فاحص البصر وغيره الكثير من هذه المؤسسات هي مؤسسات عبارة عن عيادات أو مجمعات طبية وهناك حوالي أربعة وثلاثين مستشفى لدينا العديد أيضا من المختبرات وخاصة مختبرات فاحص العمالة ومراكز التهيل الطبي والطب البديل وغيرها بدأ في الفترة المؤخرة القطاع الصحي الخاص في سلطنة عمان ينمو بشكل كبير وبدأ يلعب أدوار كبيرة جدا بحكم أن نوعية السكان طبعا في دول الخليق هناك نسبة عالية من السكان هم من غير العمانيين كما هو الحال في كثير من دول الخليق وبالتالي هؤلاء الأشخاص المتواجدين في سلطنة عمان يحتاجون إلى خدمات صحية الحكومة في سلطنة عمان توفر خدمات علاقية مجانية لجميع المواطنين إلا أن غير المواطنين يحتاجون إلى تأمين صحي والذهاب للقطاع الصحي الخاص نمو أعداد السكان غير العمانيين أدى إلى نمو الخدمات الصحية في القطاع الصحي الخاص إلى جانب ثقافة تغير الثقافة ورغبة البعض في التوجه إلى المؤسسات الصحية الخاصة حتى من العمانيين كذلك طيب وش ملابسات هذه الحادثة يعني كيف تم الكشف عن مخالفاتها المسجلة ربما بالعودة إلى سؤالك السابق هل هذه الأعداد كبيرة واقعيا لا ليست الأعداد كبيرة أن عدد المؤسسات الصحية الخاصة عدد كبير في عمان وبالتالي عدد 12 مؤسسة موقفة مؤقتا وثلاث مؤسسات موقفة نهائيا وعادد قليل وقليل جدا وهذا لا يقلل من الأدوار الكبيرة والجسيمة التي تلعبها المؤسسات الصحية الخاصة وهي لعبت أدوار جوهرية أثناء فترة كورونا في عمان وخارق عمان بالنسبة للثلاث مؤسسات أحد المؤسسات كانت مقرد واقهة لعملية توقيع اتفاقيات ضمن القطاع النفطي وتوفير خدمات والخدمات الإسعاف وغيره ولم يكن بها أي كوادة طبية بالرغم من انذار العيادة أكثر من مرة إلا أنها لم تقم مواقباتها المؤسسة الثانية وقدنا أن هناك تزييف في الفحوصات وهذا بطبيعة الحال تعتبر مخالفة جسيمة لأنها تؤثر على حياة الإنسان وعلى التشخيص وغيره وتم إيقافها إيقاف نهائي المؤسسة الثالثة كان لديها أكثر من مرة وأكثر من مخالفة من بينها على موجود أطباء العمل وتمريض فقط من بينها الأطباء يقومون بموارسات خارجة امتيازات سريرية ومن بينها تم إيقافها أيضا مؤقتا لإقراءة التعديلات إلا أن أصحاب العيادة أكملوا المسيرة وأكملوا العمل بدون الاستقابة لطلبات الوزارة الصحة ومثلا المدير العامة المؤسسة الصحية الخاصة وما أدى إلى إغلاقها إغلاق نهائي لعدم تقاوبها مع التعليمات الواردة من وزارة الصحة من المدير العامة المؤسسة الصحية الخاصة هذا الموضوع كان لردة فائلة عند الناس المواطنين في سلطنة عمان وهناك من طرح تساؤل ربما منطقي هل مسألة الكشف اليوم عن هذه التجاوزات لها علاقة بالتغيير الذي حصل في قطاع الصحة بالإضافة إلى قطاعات أخرى على مستوى القيادات خاصة أنه جاء في فترة وجهزة والأمر الآخر هل سيكون لذلك أي تأثير على مسألة الاستثمار في القطاع الصح حيث دكتور مهن بالنسبة لطبيعة الحال كان لدي حوار مع معالي الدكتور هلال السبتي الذي تمت عينه مؤخرا وكانت توقيهاته بأن يتم التشديد في موضوع الرقابة وخاصة على ما يهم سلامة الإنسان وما يهم تقديم معلومات مظلمة هذا لا يعني بأن المديرين لم تكن تقوم بعملها العمل هو عمل مؤسسي والعمل المؤسسي هو مهما تغير الأفراد يبقى العمل هو عمل مؤسسي وهو تمام للمسيرة إلا أن هناك قناعات تدى المجتمع سواء كان في عمان ربما خارج عمان يعتقد البعض أن الوزار لا تقوم بأدوارها كاملة لا تقوم بإقراء رقابة كافية الأسعار مرتفعة للعلاقات غير ملائمة وغيرها وغيرها نحن وددنا مع المرحلة الجديدة ومع الإدارات الجديدة أن نقدم للناس الحقيقة نقول للناس هذا ما قمنا به هذا ما نعمله هذا ما وقدناه بطبيعة الحال هناك من سيؤيد الفكرة ويعتبرها فكرة ممتازة وفيها نعمة صراحة وهناك من يرى أن هذا يمثل سريعا على مستوى الاستثمار سيكون له تأثير؟ لا أعتقد أنه سيكون له أي تأثير من يرغب أن يستثمر في المقالة الطبي يجب أن يحمل أمانة كافية سلامة الناس وحياة الناس أهم من أي شيء نحن نفضل أن يكون هناك مستثمر واحد يؤمن بأهمية سلامة الناس وحياة الناس وتقديم خدمات صحية قيدة بدلا من مئات العيادات والمراكز التي لا تؤمن بهذا المبدأ حياة الناس فوق كل شيء واضح شكرا جزيلا لك من مسقط مدير عام المؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة العمانية الدكتور مهنة المصلحي بعد صدور قرار مجلس الوزراء السعودي بنقل الاختصاصات الاشرافية والتنظيمية والرقابية بقطاع البريد من منظومة الاتصالات وتقنيات المعلومات لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية ذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواح أن حجم القطاع البريد في البلاد يصل إلى 6.7 من العشر مليارات ريال بمعدل نمو 29% مضيفا بأن عدد الشركات المرخصة وصلت إلى 145 شركة وحجم الاستثمار الأجنبي في القطاع بلغ 6 مليارات ريال وهو الأمر الذي يواكب تطورات القطاع في السعودي الحقيقة نحن نعمل على استكمال ما قام فيه الزملاء في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات من وضع مستهدفات ضمن استراتيجية القطاع البريد والتي تتمثل في الهدف لرفع حجم هذا القطاع بأكثر من 3 أضعاف بإذن الله في حلول العام 2030 ليتجاوز أكثر من 19 مليار كذلك نهدف إلى رفع موثوقية التوصيل في هذا القطاع لأكثر من 98% كذلك نهدف رفع مستوى التغطية في القطاع لتغطية أكبر عدد ممكن من المدن والمحافظات والمراكز الصغيرة بإذن الله للوصول بالخدمة لكل المستفيدين بإذن الله طب علينا في الاستوديو وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد البكري أهلا وسهلا مهندس خالد حياك وش يعني أولا انتقال هذا القطاع قطاع البريد في المملكة إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية وأسباب هذا الانتقال ما هي؟ يأتك العافية ومساك الله من خير أخي خالد بداية أتقدم بالشكر لمقام مولاي خادم الحربين الشريفين وأسمو ولي عهده الكريم على اتخاذ هذا القرار التاريخي اللي بيسهم بإذن الله في تطوير القطاع وتحقيق مستهدفات للسراتيجية أسباب انتقال القطاع من منظومة الاتصالات إلى النقل بكل بساطة تتلخص في سببين سبب الأول وهو التوجه العالمي هناك توجه عالمي انتقال من الرسائل والتواصل إلى مرحلة الطرود نقل الطرود وأيضا هناك زيادة في نقل الطرود بسبب التجارة الإلكترونية مع انخفاض في الرسائل لوجود وسائل أخرى للتقرير أيضا من جهة أخرى التوجه الوطني في التحول والاعتناء بالقطاع اللوجستي فعلى سبيل المثال قرابة من عام تم صدور إعلان سمو ولي العهد ورئيس اللجنة العليا للخدمات اللوجستية النقل والخدمات اللوجستية بإعلان استراتيجية النقل وتم توسع نشاطهم إلى أيضا الخدمات اللوجستية فمن الطبيعي أنه ينتقل القطاع لتكتمل منظومة النقل مع المنظومة اللوجستية ممتاز طيب وش الذي يتغير الآن بعد هذا التحول على مستوى الخدمات المقدمة للمستفدين على مستوى كذلك الشركات الشحن الموجودة والنقل وحتى على مستوى الأسعار ربما الدكتور أومدس خالد عفوا لا أعتقد أنه يكون في أي تغيير ملحوب سلبي سواء على المستثمرين أو على العملاء وذلك يعود إلى التنسيق الحاصل بين المنظومتين لضمان الانتقال بسلاسة والهدف أيضا من انتقالها إلى منظومة واحدة يمكن أنا ذكرت أنه يكون عندنا الخدمات اللوجستية تتكامل مع نقاء أو نظام النقل المختلفة بحيث أنه يكون بينهم تناغم فبذلك المستثمر الآن على سبيل المثال لا يحتاج أن يتواصل مع أكثر من جهة فهي سيتم توحيد وتسهيل عملية التواصل في الأمور التشريعية والتنظيمية مع جهة حكومة واحدة هذه المنظومة للتصالات وتقنية المعلومات إلى أي مدى أسهمت في تطوير قطاع الخدمات البريدية مهندس خالد سريع جميل أنا أعتقد أنه من أفضل الإنجازات هو اجتياز المرحلة الحارجة في مرحلة جائحة كورونا بنجاح وأيضا تم العديد من أخي خالد بعض الأرقام المسيطة فعندنا الآن حجم الاستثمار تقريبا أو حجم السوق الآن هو 7.6 مليار ريال سعودي بزيادة 4 أو 46 بالمئة وأيضا الاستثمار الأجنبي بقيمة 6 مليار وهو أيضا بزيادة بحوالي 15.4 بالمئة وتم استقطاب السنة الماضية ثلاث شركات عالمية للعمل بشكل مباشر في المملكة بخطة استثمار 15 مليار ريال للسنوات القليلة القادمة وأيضا تم الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام البريد اللي هو كلام يحدث من السبعينات فالآن النظام الجديد تم الموافقة عليه تماشى مع المطلبات الحالية في تغير القطاع هتتروح للوزارة النقل بعد هذا التغير ولا هتبقى في نفس المكان؟ والله هو الآن من صدور القرار بالأمس هناك 90 يوم المفترض أنه يكون فيه عملية الانتقال ونحن نعمل من فترة طويلة ما بين المنظومتين لضمان الانتقال السلس فهناك خطة واضحة للانتقال بإذن الله أعطيك العافية وشكرا جزيلا الله يحفظ شكرا جزيلا في أمان الله وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية الرابعة أيضا ولكن بعد قليل بعد أزمة الإعلانات يوتيوب تغلق حسابات المعلنين المخالفين وتفرض قيودا على بعض الإعلانات أهلا بكم الجديد بعد أزمة الإعلانات المخالفة على يوتيوب التي هدت إلى اتخاذ إجراءات حكومية في السعودية ودول خليجية وعربية بيّنت شركة يوتيوب أن الإعلانات مخالفة لسياسات المنصة وهي غير مقبولة على الإطلاق ومن الإجراءات المتخذة إزالة هذه الإعلانات وإغلاق وحسابات المعلنين المسؤولين فضلا عن قيود مؤقتة على أشكال محددة من الإعلانات يوتيوب كشفت أيضا أن شركة الأم جوجل حضرت أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها بسبب ترويجها لمحتوى مخالف لسياساتها وكانت هيئة الإعلام المرئية والمسموعة هيئة الاتصالات في السعودية طالبة منصة يوتيوب بإزالة الإعلانات المخالفة الهيئة أوضحت أيضا أن منصة يوتيوب استهدفت مستخدميها من داخل السعودية بعرض إعلانات تتضمن محتوى مخالف للقيام المجتمعية مؤكدة متابعتها الالتزام بالضوابط أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال استمرارها إلى أخبار الرياض الآن مع زيادة عبيدات شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدين الكرام أكد مصدر قضائي برازيلي أن اللعب البرازيلي نيمار سيخضع للمحاكمة في شهر أكتوبر المقبل بسبب مخالفات محتملة في عملية انتقاله إلى نادي برشلون الإسباني لكرة القدم قادما من نادي سانتوس البرازيلي عام 2013 وسيحكم نيمار بالإضافة للرئيسين السابقين لنادي برشلون ساندرو روسل وبرتميو بتهم فساد وتم فتح القضية بناء على شك وتقدمت بها مجموعة برازيلية كانت تملك جزءا من حقوق اللاعب وطلبت النيابة العامة بسجن نيمار لمدة عامهن رسميا ننتقل اللاعب الارجنتيني لساندرو مارتينيز إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قادما من نادي آيكس أمستردام الهولندية ويمتد عقد مارتينيز لمدة خمس سنوات حتى يونيو من العام 2027 مقابل 120 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعية وكان اليونايتد قد وافق الشهر الماضي على دفع 55 مليون جنيه استرليني لناديه الهولندية مقابل خدمات اللاعب في إطار التحضير للموسم المقبل تعادل برشلونة الإسباني مع يونتوس لطالب هدفين لكل منهما وذلك في المباراة الودية الرابعة للفريق الكتالونية سجل عثمان ديمبلي أول أهداف اللقاء عند الدقيقة الرابعة والثلاثين من زمن هذه المباراة لكن مويس كين عدل النتيجة لفريق السيد العجوز بعدها بخمس دقائق وسرعان ما عدد ديمبلي لإضافة الهدف الثاني للفريق الكتالوني الذي أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف واحد ومع انطلاق الشوط الثاني عدد كين وسجل هدف التعادل للفريق الإيطالي وحظي احتفال اللعب الفرنسي عثمان ديمبلي بالتسجيل لفريقه برشلوني بتفاعل كبير بعدما قلد احتفال ستيفن كيري لاعب نادي جولدن ستيت في الدور الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في خطوة استقبلها الأخير بترحاب كبير وأعد كيري المتوج بلقب الدور الأمريكي لكرة السلة نشر تغريدة لبرشلوني في حساب النادي الإسباني مع جملة حلم ليل بمنتصف الصيف تعدل ريال مدريد الإسباني مع كلاب أمريكا المكسيكي بهدفين لكل منهما وتأتي المباراة ضمن جولته التحضيرية للموسم المقبل وكان الفريق الملكي قد تعرض للخسارة في المباراة الودية الأولى أمام برشلوني بهدف مقابل لا شيء ويستعد ريال مواجهة انتراكت فرانكفورت يوم العاشر من الشهر المقبل في مسابقة كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم في المجموعة الثانية لبطلة كأس العرب للشباب لكرة القدم والمقامة حاليا في السعودية تغلب منتخب اليمن على نظيره الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وكان الفريق اليمن البادئ بالتسجيل عن طريق حمزة محروس وأضاف عبد الرحمن الشامي الهدف الثاني من كرة ثابتة في الشوط الثاني من هذه المباراة وتمكن بعدها منتخب الإمارات من تقليص النتيجة عبر اللاعب محمد خليل لكن محمد مهدي عاد سريعا وسجل الهدف الثالث لمنتخب اليمن والذي رفع رصيده إلى ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لفريق الإمارات في هذه المسابقة حتى الآن لحساب الجولة السابع والعشرين من الدور المصري لكرة القدم يلتقي الليلة النادي الأهلي مع مصر المقاصة ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة بـ 51 نقطة فيما يأتي المقاصة في الترتيب الأخير بـ 15 نقطة مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء وتعرض النادي المصري ألبور سعيد للخسارة أمام إيسترين كومباني بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة نفسها من الدور المصري تقدم أحمد متعب بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من زمان اللقاء وأدرك لياس لإجلاص التعادل للمصري البور سعيدي من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والستين ونجح إيسترين بتسجيل هدف الفوز بواسطة محمد صالح من ركلة جزاء قبل نهاية اللقاء بقليل وبهذه النتيجة يحتل إيسترين كومباني المركز الثالثة عشر بـ 24 نقطة بما استمر المصري في المركز العاشر بـ 31 نقطة وحسم التعادل السلبي مباراة غزل المحلة مع سيراميكا بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بينما احتل سيراميكا المركز التاسع حتى الآن في الدور المصري لكرة القدم نهاية أخبار الرياضة شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك خالد أقرأ مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان نظام استئجار الدولة للعقر من أبرز ملامح النظام الجديد أن تصل مدة الاستئجار إلى خمس سنوات وأن يكون التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك ونص نظام الجديد على استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بهدف ترشيد التكاليف المالية ويهدف نظام استئجار الدولة للعقار إلى توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية لمباني أو عقارات وتنمية العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية ينضم إلينا في استوديوهاتنا نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر سيد حمزة حياكلة بشكل مبسط للناس الآن وماذا يتغير بعد إقرار هذا النظام الجديد؟ حقيقة أهم المتغيرات في النظام الجديد هي الشفافية والوضوح والحوكمة الكبيرة في عملية الاستئجار الدولة للعقارة وجهات الحكومية للعقارات المحفظة العقارية والاستئجار العقاري اليوم تناهز أربع مليار تزيد عنها وتنقص بنسبة قليلة هذا المبلغ يحتاج إلى كفاءة في الإنفاق من خلالها بدأت رحلة تعديل النظام الجديد لكي يتواكب مع هذه المرحلة ليكون أكثر شفافية وأكثر وضوح أكثر انسيابية في عملية التعاقد بما يتيح خيارات أكثر للجهات الحكومية أعطى الإشراف لهيئة العامة لعقارات الدولة لكي تتحكم في الطلب وحجم الطلب الذي يأتي من الجهات الحكومية تستطيع من خلال منصة موحدة تجمع فيها جميع الداتا أو جميع المعلومات المتوفرة في السوق عن المواقع المتاحة للتعجير تدرس احتياج الجهات الحكومية تتمكن من دمجها مع بعض لكي توفر على محفظة الدولة الاستئجارية في مبنى واحد أو تتيح المساحات التي تحتاجها الجهات الحكومية من خلال المحفظة الموجودة عندها كل هذه الأشياء ممكنت جديدة في النظام بالإضافة إلى ما تفضلت فيه موضوع المدة من خلال دراسة الوضع السابق وجد أن المدة السابقة كانت ثلاث سنوات قليلة جدا في عمر اليوم عمر الاقتصاد والمبنى والتجديد الذي يوضع عليه والتأثيث فأتيح أضيفة المدة إلى خمس سنوات وأتيح التجديد إلى خمس سنوات أخرى أو أنها تنتيب التمليك طبعا في مراحل في النظام تضاف المدة إلى خمس وعشرين سنة تصل بموافقة مجلس الإدارة في حالة معينة وربما إلى خمسين سنة إذا كان هذا العقار أنشأه الكطاع الخاص على أرض حكومية بمشروع طرح من خلال هيئة العمل لعقار الدولة كل هذه الممكنات تساعد في أن يكون هذا العقار أكثر كفاءة والاستخدام أكثر كفاءة التحكم في هذه المحفظة من خلال كفاءة الإنفاق عليها كذلك الشفافية والحوكمة في عمليات الاستئجار التي تتم منقبل الجهات الحكومية اليوم الهيئة العامة لعقار الدولة معنية بتوفير احتياج الجهات الحكومية من المباني يعني ما صارت هي الجهة هي التي تحدد احتياجها صار فيه جهة ثانية من خلال هذا النظام هو الذي يتحكم في هذا الأمر لن نرى مباني الجهة الحكومية كبيرة جدا مساحات كبيرة جدا يمكن أن يكون عدد قليل من موظفين يعني ما يتواءم مع هذا الحجم نعم هو هي النظام أحد مكملات العملية الاستئجار اليوم احتياج الجهة الحكومية تقوم الهيئة العامة العقار الدولة بدراسة هذا الاحتياج إما أن تغطيه من خلال المباني الموجودة لدى الجهة نفسها أو من خلال العقارات الحكومية الأخرى يعني تجد عقار لجهة حكومية تشغل نصف المبنى بينما جهة حكومية تحتاج مقدمة طلب الاستئجار فتقوم الهيئة بتوجيهة لهذه المساحة الموجودة يكون الخيار الأخير هو الاستئجار من القطاع الخاص من خلال المعروض الموجود إذا كل الحالات من خلال الدراسة ومعرفة هذا الحجم من الطلب تستطيع الهيئة أن تقدم حلول أخرى لتغطية الاحتياج الحكومي من بناء مع القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الخاص بناء مقرات حكومية على نماذج متطلبات الجهة وممكن ترى أكثر من جهة في مبنى واحد وممكن تعيد النظر في بعض الجهات اللي لها مباني كبيرة غير مستغلة طبعا هذا يتم حاليا يتم دراسة احتياج كل جهة من خلال زيارة هذه المواقع إذا كان المبنى لا يشغل بشكل كامل يتم يعادل دراسة الاحتياج وتقسيم المساحة وفق المعايير العالمية حقيقة لمساحة المكتبية لكل موظف بما يتوائم مع احتياجاتهم طبعا تختلف الجهات بحكم عملها المستشفيات تختلف عن الدور الأمنية تختلف عن المكاتب فقط كل هذه لها معايير معينة يتم دراسة من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة أنا أشكرك شكر جزيل يالله يحفظك تمنيتنا لكم بالتوفيق أو نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر شكرا شهر محرم لهذه السنة يكون آخر أيام موسم القيض العامة يسمون هذه الفترة بوعكات سهيل خالد إزعك شهر محرم هو الشهر الأول من شهور السنة الهجرية وهي سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها وسمي محرما لقدسيته وحرمة القتال فيه فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة ذا القعدة وذا الحجة ومحرم ورجب والحجاج ياصلون مك قبل موسم الحج بشهر ويرجعون لأهلهم بعد موسم الحج بشهر ولهذا حرم القتال قبل الحج وبعد الحج ليش؟ حتى يأمن الحجيج إلى الرجوع إلى أهالهم بكل أمن وسلامة أليس الله يجمع أم عمر وإيانا فذاك بنا تداني فما بين التفرق غير سبع بقينا من المحرم أو تماني وشهر محرم لهذه السنة آخر أيام القيض فالثلثة الأول والثاني من الشهر جمرة القيض والثلثة الأخير القويضة والمتمثلة بالنجمة الأول من نجوم اسهيل والعام يسمون الفترة هذه بوعكات اسهيل من طلعة المرزم لطلعة اسهيل يصلاك من حر اللواهيب صالي ختام الرابع هذه هي برز العنوي الجولة الأوروبية لولي العهد السعودي تتواصل في اليونان ويصل الليلة إلى العاصمة الفرنسية المشروع كدلاين من ناحية السكوب في مقابلة مع العربية رئيس اليوم يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع دلاين وبنية التحتية الصحة العمانية تغربل المنشآت الصحية إغلاق ثلاثة أو ثلاثة منشآت بشكل نهائي وإنذار ست وستين أخرى السعودية تحيل مؤسسة البريد لعهدت لزارة النقل قطاع ملياري ومائة وخمس واربعون شركة مشغلة وبعد أزمة الإعلانات يوتيوب تغلق حسابات المعلنين المخالفين وتفيض قيودا على بعض الإعلانات نهاية الرابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر